بسم الله الرحمن الرحيم أدربكم اليوم إن شاء الله على كيف ممكن أن أوثق إنجازاتي أو منجازاتي إلكترونياً باستخدام المدونة سأنشئ مدونة على بلوغر وأبدأ بإدراج المشاركات أو إنجازاتي عليها وتوثيقها سواء كان بالصور أو بالفيديوهات فالهدف العام من البرنامج اليوم تعلم طريقة التوثيق الإلكتروني باستخدام المدونة الأهداف التفصيلية سنتعلم بإذن الله كيف يمكن أن ننشئ مدونة على موقع بلوغر إنشاء التدوينات والمشاركات في المدونة كيفية إدراج الصور، إدراج الفيديو، إدراج النص وتنسيقه اختيار ما يسمى بالتسميات سنتعرف على ما هي التسميات سنتعلم كيف بإذن الله ننشر المشاركة نغير القالب، نتحكم في القائمة الجانبية وأخيرا كيف ننشر رابط هذه المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في الفيسبوك أو تويتر أو واتساب أو ما إلى ذلك نبدأ بسم الله الجزء العملي بداية نقوم بالدخول على جوجل ثم تسجيل دخول نقوم بكتابة البريد الإلكتروني على الجيميل وكلمة المرور نتأكد من أننا قد سجلنا الدخول بظهور حسابنا هنا الصورة التي نختارها نحن لحسابنا نقوم بالضغط على هذه الرموز أو النقاط ونختار بلوغر إنشاء مدونة جديدة اسم النموذج يمكن أن يدعم اللغة العربية مثلا أريد أنا الآن أن أعمل موقع منجزاتي التعليمية مثلا العنوان لابد أن يكون باللغة الإنجليزية أسميها أي اسم وأتأكد من أن الاسم متاح طبعا حاليا الاسم غير متاح يمكن أن أضع بعض الأرقام بجانب الاسم أيضا غير متاح أتأكد من وجود علامة الصح الآن هذا الاسم متاح وأختار القالب الذي أريد طبعا يمكن تغييره فيما بعد إنشاء مدونة الآن إذا أردت أن أستعرض مدونتي وكيف شكلها أضغط على عرض المدونة هذه هي المدونة الآن وهي فارغة تماما أقوم بإدراج المشاركة الأولى ليه في المدونة أو التدوينة الأولى عنوان التدوينة مثلا مثلا عملت إذاعة أو قدمت إذاعة عن العلم إذاعة عن العلم في يوم الخميس أبدأ بكتابة نص التقرير أو نص المشاركة التي أريد أن أدرجها في المدونة مثلا أريد أن أدرج صورة من هذا الرمز إدراج صورة يمكن إدراج الصورة من اختيار ملف أدرج هذه الصورة يمكن إدراج صورة أخرى أقوم باختيارها هكذا أتأكد من أنه تم اختيارها بأن تكون محاطة بإطار أزرق ثم إضافة النص عفوا إضافة الصورة بالنسبة لهذا النص يمكن التحكم في تنسيقه بتحديده ثم مثلا تعريض يمكن أن أكبر حجما للخط من هذا الرمز يمكن أن أغير لون الخط من رمز A مثل الورد يمكن توسيط هذه هي الغالبا التنسيقات التي يمكن أن أن أنفذها على النص يمكن أيضا إدراج فيديو من علامة العلامة التي بجانب الصورة من هذه العلامة إدراج الفيديو طبعا هناك عندي ثلاث خيارات الخيار الأول تحميله من جهازي هنا من الكمبيوتر أو إذا كنت فتحة البلوغر من الجوال يمكن أن أحمل هذا الفيديو من الجوال من اليوتيوب ممكن أن أكتب هنا أي يعني الموضوع أريد أن أبحث عنه فيبحث عنه في اليوتيوب ومجرد الضغط عليه على طول تنزلي في المدونة مقاطع الفيديو في اليوتيوب بمعنى قناتي أنا على اليوتيوب يمكن أن أرفع عليها أي فيديو وأدرجها هنا في المدونة طيب أنا حاليا أريد أن أرفع من الكمبيوتر فأعود إلى تحميل اختيار الفيديو المراد تحميله عندي على سطح المكتب يوجد فيديو طبعا نلاحظ هنا جاري تحميل الفيديو أضطر أني أنتظر إلى انتهاء التحميل طيب ريثما يتم التحميل يمكن أن أتطرق إلى التسميات التسميات كأنها تصنيفات مثلا أنا في المدرسة ممكن أن أعمل إذاعات ممكن أعمل برامج ممكن أعمل مشاريع أعمل أنشطة إذن أعمل تصنيفات وكل تصنيف بمسمى معين مثلا التسمية التي أريد أن أدرج موضوعي هذا في إذاعات مثلا إذاعات وتم إذن أتأكد أن يكون ظاهر اسم إذاعات بخط خفيف نوعا ما طبعا كلما كان حجم الفيديو أكبر وأطول كلما كان مدة التحميل أطول والآن انتهى الفيديو من التحميل نقوم بالضغط على نشر ننتبه ألا نضغط على حفظ لأن حفظ كأنه مسودة نشر يمكن أن ينشر للناس ويمكن إرسال الرابط إلى أي أين كان نعود إلى عرض المدونة لأرى المدونة الآن هذه المدونتي وهذه المشاركة الأولى التي نشرتها نلاحظ الفيديو هذا الفيديو وهو يعمل الله سبحانه وتعالى نلاحظ هنا التسميات موجودة طيب مثلا أريد أن أغير هذا القالب لم يعجبني الآن لم يعجبني ويمكن أن أغيره إذا اكتشفت خطأ في المشاركة وأريد أن أعدلها يمكن تعديلها من هذا الرمز الموجود هنا تحرير الرسالة أو يمكن أن أعود مرة أخرى إلى التصميم هنا كلمة تصميم إذن عند الضغط على تصميم يعود بي من بداية المدونة أعود مرة أخرى إلى المشاركات ثم تحرير هذه المشاركة التي عندي المشاركة الوحيدة وأعدل على ما أريد تعديله طيب كيف يمكن أن أغير القالب عندي هنا ما يسمى بالمظهر عندي عدة مظاهر بالأسفل عدة مظاهر يمكن تغيير واختيار أي مظهر من هذه المظاهر نلاحظ وجود مثل المعاينة قبل أن أضغط على تطبيق طبعاً هنا جميع القالب جميلة ممكن اختيار هذه مثلاً تطبيق على المدونة أضغط عرض المدونة لأرى مدوناتي الآن كيف أصبح شكلها لاحظوا اختلف ألوانها اختلفت أنا عن السابق يمكن أيضاً إظهار التحكم في القائمة الجانبية للمدونة مثلاً أنا الآن يوجد عندي كلمة من أنا ويوجد عندي أرشيف لا أريد ظهور من أنا أذهب إلى التخطيط أقوم بالنزول إلى الأسفل لأرى ما يسمى بـ نلاحظ وجود من أنا نقوم بحذفه من تحرير حذف لا أريد ظهور من أنا الأرشيف إذا كنت تريدينه فتركيه ممكن أن أضيف مثلاً أداة البحث من الأدوات المهمة صراحة الموجود التي توجد في المدونات يمكن أن أضيف التسميات وهو ما يهمني لأبحث عن التسميات هذه هي التسمية واحظ نضغط على حفظ الترتيب ونعود إلى مدونتنا من عرض المدونة لأرى ماذا جرى بها من تغييرات نلاحظ ظهور التسمية الأولى اللي هي إذاعات كل ما كثرت عندي التسميات إذاعات برامج أنشطة تكون عندي كأنها روابط مجرد أضغط على إذاعات تظهر لي هنا جميع المشاركات التي اخترت تسمية إذاعات فيها هذه البحث المدونة هذه البحث المدونة وهي طبعا تعمل والأرشيف يفيدني في أرشفت يعني أنا الآن 2018 وضعت في شهر مايو موضوع واحد وهكذا كل ما وضعت مواضيع يعمل لي مثل الترتيب الشجري لمواضيعي كيف يمكن أن أرسل رابط هذه الإذاعة وليس رابط المدونة بك كل رابط الموضوع الأول هذا الذي يسمى إذاعة لأدخل إلى نفس المشاركة يعني أضغط على إذاعة العلم لاحظوا في الرابط بالأعلى هذا رابط المدونة بكبرها لاحظوا عندما أضغط على العنوان لهذه المشاركة ماذا سيحدث في الرابط فوق لاحظوا أتغير الرابط عندي إذن أنا الآن في مشاركة الإذاعة هذه التي تسمى إذاعة العلم فأنسخ هذا الرابط الموجود بالأعلى ويمكن أن أرسله إلى عبر بريد الإلكتروني عبر تويتر عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر